ونعود إلى الشيان السوري ومعنا من إسطنبول الكاتب والباحث السياسي السوري الأستاذ أحمد كامل أستاذ أحمد كل عام وأنت بخير نبدأ من تجديد واشنطن على ضرورة خروج الإيرانيين من سوريا كيف تقرأ هذا التصريح؟ إذا كانوا صادقين فهذا خبر جميل جدا للشعب السوري لأن الإيرانيين نظام الملالي في إيران ارتكب فضائع في سوريا وعنده لم يرتكبها محتل سابقا في سوريا لا المغول ولا التتار ولا الصليديين ولا الروم ولا الفرس ولا الفرنسيين ولا وحوش الأرض وعندهم مشروع طائفي لتغيير البنية السكانية في سوريا بمعنى إنهاء الأغلبية العربية السنية في سوريا فإذا كان هذا الكلام صحيحا سيكون خبر جميل جدا للسوريين ويكون خبر جميل جدا للمنطقة لأنه مشروع الإيراني هو مشروع لكل المنطقة ولكن في عندنا شك في الموضوع مع الإدارة الأمريكية كثيرا ما تطلق تصريحات ويكون الواقع غير ذلك تصريحات متقدمة وعالية النبرة جدا ثم يكون الواقع غير ذلك ربما تكون هذه التصريحات فقط لإبعاد الإيرانيين مسافة محددة عن الحدود مع دولة القيام الصحيح نعم أستاذ أحمد يعني جون بولتون مستشار الأمن القومي الأمريكي قال بأن روسيا علقت في سوريا موسكو ردت من جانبها بأن واشنطن علقت في العراق وأفغانستان برأيك هل نحن أمام حرب باردة جديدة في سوريا؟ لا التوافق الأمريكي الروسي عالي جدا الروس دخلوا إلى سوريا بموافقة أمريكية وهم يرتكبون كل الفضاء التي يرتكبونها بموافقة أمريكية حصل خلاف بينهم مرة واحدة عندما اقترب الروسي من نفط شرق سوريا كرب الحدود العراقية وقتلوا الروس قتلوا مئات الأمريكيون قتلوا مئات من الروس والإيرانيين في تلك المنطقة هذه نقطة الخلاف الوحيدة التي كانت بينهم الاستراتيجية الأمريكية دائما تبحث عن النفط والثروات الطبيعية والروسي عنده اهتمامات أخرى يريد أن يكون موجود في مكان ما في العالم وبالتالي لا يوجد تناقض جوهري وحقيقي بين الطرفين في توريا نعم كيف سيكون برأيك السيناريو المقبل في البلاد مع صعود النبرة الأمريكية ضد إيران وتصاعد نشاط الميليشيات الإيرانية في سوريا حسب بصدق الموضوع إذا كان الأمريكيون صادقون فنحن أمام مواجهة حقيقية تفيد الشعب السوري وتفيد دول المنطقة ولكن سوف تكون هناك مواجهة لأن الإيراني استثمر كثيرا في النظام السوري وفي سوريا يقال بأنه أنفط أكثر من 40 مليار دولار وهذا مبلغ هائل يعني الشعب الإيراني يحتاجه كثيرا كثيرا جدا وخسر ألوف الرجال وخسر الكثير من السلاح ودفع ثمنا سياسيا باحظا فمن المستحيل تخيل أن الإيراني يخرج بسهولة لن يخرج إلا بمواجهة مع أمريكا وهذا ننتظر لنرى هل هو حقيقي أم لا نعم الأستاذ أحمد كامل الباحث السياسي كنا معنا من إسطنبول شكرا جزيلا لك شكرا جزيلا لك